السلام عليكم شباب إن شاء الله بخير وإكم فهد واليوم جبت لكم فيديو جديد إن شاء الله أعجبكم نقدر نقول هذا الجزء الثاني من الفيديو اللي سويت أقبل فترة بخصوص تقوية العين وسرعة الانتقال من هدف إلى هدف ثاني بلعاب الشوتر واليوم جبت لكم لعبة من الستيم موجودة بالستيم مجانية طبعا طبعا كل شي عجبتني كلعبة مجانية بها مميزات هواية يعني عجبتني جامعة بين الألعاب المشهورة كلها مثل ما نشوفون اسم اللعبة قدامكم AIMLAB كأي لعبة جديدة أكيد لازم نتطرق على الإعدادات مالتها ونشوف شنقدر نعدل عليها أكيد الجرافيك نخلي الإعدادات اللي اللعبة اللي احنا رايدي نقوي أي منها بيها مثل CSGO أو ريمبو سيكس أو أبيكس لجن أي شيء اللي احنا متعودين عليه أنا نحاط إعداداتي هنا أكيد الماكسوم فريم رايت أكيد 300 خلي يعني أعلى الشي دايما الكنترولة هنان أكفت شي جدا عجبني كلعبة فري وموجودة هذا الفيتشار مثل ما نقول أول خاصية نقدر نقول بهاي اللعبة مثل ما نشوفون قدامكم نقدر نخلي السنسيديفتي ما أي لعبة احنا نريدها مثل أبيكس لجند أوبروات سي اس جو كلف ديوتي بلاك كبس فور حتى ريمبو سيكس بوب جي فورتنايت أي لعبة احنا نريدها أنا بالنسبة لي أكيد ريمبو سيكس يج هنا نتخلي كل لعبة أكيد طبعا لها إعداداتها الخاصة مثل ما نشوفون قدامكم أنا ريمبو سيكس هنا أنا أكيد أخلي أعداداتي الفيلدوف الفيو أوكي هنا أنا كملت أعداداتي أنا خليتها هالأعدادات كلها كاملة هنا أنا الكروسير اللي راح تلعب بي بداخل اللعبة الأيملاب تقدر تغير اللون تقدر تكبر الزغرة أي شي سوي حسب أنت اللي أنت يعجبك بعد ما خلص نلاقي الأعدادات من اللعبة اللي نريد نقوي أيملاب بها إلى أعدادات أيملاب نقدر هسا نروح على هوم و ندو سيب تلاي راح نشوف عدة اختيارات فوق وكل اختيار بي مود أو مودات بشكل أوضح مثل ما نشوف قدامنا فلكينج تراكينج سبيد إذن أهم أربعة ركز عليهم إذن الأثنين تقدر تتطرق لهم بعدين تكتشفهم طبعا كل قسم بي مودات مثل ما نشوفون وكل مود بفيديو مقابل على يمين مثل ما نشوفون قدامكم يوضح شن الموجود أو شن المحتوى أو ش راح تسوي بداخله بعد ما تختار المود اللي تريد تلعبه على يمين مثل ما نشوفون هنا موجود تقدر تختار المرحلة اللي تريد تنزلها هنا طبعا هالمرحلة سووها على مود جماعة بوب جي عمود الأجواء وكذا فأني أفضل غريي بوكس أحسن شي هنانا الويبن تقدر تختار السلاحة اللي أنت تريده الأسلحة طبعا هم مسويها يعني مو ماخذين من كل لعبة سلاح فأني أفضل نختار الاي كي الاي كي هنانا أنت تقدر تختار أصلا تقدر تسوي كاستمايز وفن نقدر روح على الكاستم وفنز فتح نسأل نندر وراء ما نندر بها نقطر sele beloved نختارلى الاسلحة اللي تريده لنقول ايكي ام ناكسنت انا هنا نختار المراتية هي منه يسر يعني انه شخص السبابي ا host 的話 هنا امن العديدات كل هيا تقدر أنت تعدية اليها يعني اذا احتيها او اشرحها ما راح نخلص من الباتر فندوس نيكست اهنان لمن الادس تقدر تطفي تقدر الشغله كل شي تقدر هنا نتعدل نيكست تقدر مثل اللين تقدر تعدل عليه الكراوشينج بعدين سيف راح نحفظ لك ورا ما حفظت اكيد راح نرجع على بلاي اهنان راح تلقي الاسلاح اللي انت سويته كاستم انت تقدر اصلا تسميه اي اسم بكيفك ورا ما نختاره الاسلاح والمرحلة والمود نقدر ندوس بلاي ونطب نلاب وطبعا نبدي باول قسم ويانه اللي هو قسم الفلك تمرين السبايدر طبعا تمرين السبايدر يعلمك شلون تتعامل ويا التاركت او الانيمي المتباعد بشكل عشوائي ويساعدك على تحريك ايدك بشكل اسرع وثاني قسم ويانه للتراكينج تمرين السيركل شوت طبعا تمرين السيركل شوت يساعدك على ثبات ايدك على الخصوم المقابلك من يتحرك بشكل سريع وهذا الشي جدا مهم بالعاب الشوتر مثل لعبة ريمبو سكسيج و سي اس جو وثالث قسم ويانه السبيد تمرين الموشن شوت تمرين الموشن شوت تقريبا فائتة نفس فائتة اول تمرين بس هذا اصعب بشكل اكثر واسرع من التمرين الاول مثل ما قلت يساعد على تحريك اليد بشكل اسرع وينمي سرعة الاستجابة عند الشخص ورابع قسم ويانر هو البرسيشن تمرين الرفلكس شوت طبعا تمرين الرفلكس شوت هو جامع بين التمرين الثلاثة القبلة يعلمك على التاركت المتباعد بشكل اكبر وسرعة الانتقال من تاركت الى تاركت ثاني والتراكينج بس بشكل بسيط نرجع للقسم الاول الفلكينج تمرين المايكرو شوت طبعا تمرين المايكرو شوت مهم جدا ليعبون سي اس جو و ريمبو سكسيج لان يساعدهم بشكل شبير على السيطرة على مجموعة من الانمي من مكان معين مثل باب او شباتش او غرفة ونختم بالقسم الاول الفلكينج تمرين السنابر شوت السنابر شوت طبعا يفيد اللي اللعبون سنابر بلعبة فوب جي و باتلفيلد و كالوفو ديوتي و شخصية غلاس بلعبة ريمبو سكسيج وهذا كان كل شي اليوم ويانا بالفيديو اتمنى الكل استفاد من هذا الفيديو لا تنسون اللايك والفايبورت سبسكرايب لنلقاكم فيديو جديد ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة